خليني أخد مكالمة من الأخت نهال أخت نهال أهلا وسهلا أنت معانا على الهوا نعمة وسلام يا حضرة الأسيس نزار برحب بحضرتك وبالمشاهدين الغاليين على قلب الرب وبصلي من كل قلبي أن كلنا بلا استثناء نبني حياتنا على صخر الظهور حجر الزاوية وهو الرب يسوع المسيح لكل المجد وأنا بشكر الله جدا من أجل كل كلمة قلتهنة بس عايزة أعمل استرس على الحتة الخطيرة وهي الإحصائية المعمولة أنه أكثر شعوب متدينة حضرتك قلت هي الشعوب العربية لكن للأسف أكثر الشعوب اللي بتتفرج على البرنغرافي أو الأفلام الإباحية هي برضو شعوب الدول العربية وده بيورينا أن التدين الظاهري لا يخلص والاهتمام بكل ما هو خارجي من تقوس وفروض بنقدمها لله لا يعني أبدا أننا مخلصون فهناك فرق شازع بين الشخص المتدين والشخص المؤمن فيارب يا رب الحتة دي تنور قدام كل عيوننا قبل فوايات الأوان لأن الله بينظر للداخل ولذلك قال في كلماته المقدسة يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي وده اللي هيقودني للسؤال الشائق شوية حضرة الأسيس لأنه بنسمعه كتير من الناس اللي حوالينا وحضرتك ليك مطلق الحرية على إجابته أو تأجيله أحط قدام حضرتك شخصيتين مختلفتين شخص بيتدعي أنه مؤمن ومخلص لأنه في يوم من الأيام قبل الرب يسوع المسيح في قلبه لكنه للأسف في بعض الأحيان لا يعمل أعمال طليق بالتوبة وتصرفاته لا تظهر بأنه مخلص والشخص الثاني لم يقبل الرب يسوع في حياته لأنه ده ضد عقدته زي إخواتنا المسلمين اللي بيقولوا أنه عيسى لا صلب ولا مات ولا قام ولكن شو بها لهم لكنه في نفس الوقت بيكتهد أنه يعمل أعمال صالحة وميزان الحسنات بتاعته عمال يتملي فإيه رأي حضرتك؟ هل الشخص الثاني ده لا يكون في نظر الله مخلصاً لأنه لو بيقبل عمل يسوع على الصليب بالرغم من كل أعماله الحسنة فأرجو التوضيح من حضرتك والرب يبقى يعني الكتاب المقدس واضح في هذا الأمر وطبعاً أنا مش عاوز أخد مكان الله الديان الله يعرف السرائر ويعرف القلوب ويعرف الدوافع ولكن ما أعرفه أنه ما في أي إنسان الإنسان ما في عنده أي عذر ولسيما إذا سمع إذا سمع عن الرب لأنه مطالب أنه يبحث ومطالب أن يعرف فبالنسبة لأحبائنا المسلمين طبعاً خلينا أقولها بكل وضوح وبكل محبة في نفس الوقت ولاحظ لما أنا تكلمت من يعني من بشارة متى إصحاح سبعة طبعاً في شيء مهم جداً بيتكلم عن الباب الضيق والباب الرحب فإذا بقول الباب واسع أدخل من الباب الضيق لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك وكثيرون هم الذين يدخلون منه ما أضيق الباب وأكرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين يجدوها فإذا هم بيتكلم عن طريقين بيتكلم عن طريق الحياة بيتكلم عن طريق الموت بيتكلم هون عن بابين ولكن قال يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا به هل في آية أوضح وإعلان أوضح من هذه الآية ثم بالنسبة للباب في يحنى عشر تسعة مكتوب أنا هو الباب إن دخل بأحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعة فبيتكلم عن طريقين بيتكلم عن بابين بيتكلم عن نوعين من الشجر اللي احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة من ثمارهم تعرفونهم فإذن من ثمارهم تعرفونهم كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار فإذن هون في نوعين من الثمر واضح إما ثمر للحياة الأبدية أو ثمر شر ومن الشجرة تعرف الثمر وبعدين الرب يسوع بيكمل قائل ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السموات يعني كتير ناس عم بتقول يا رب ويا الله وتستخدم اسم الله ولكن مش كل واحد وهي آية خطيرة جدا لأنه الله يعرف الدوافع ويعرف القلب بعدين بيختتم بين البناءون الحكماء والجهلاء بين الرجل العاقل الذي يبني بيته على الصخر وبين الرجل الجاهل الذي يبني بيته على الرمل والامتحان هو العواصف اللي بنا بيته على الصخر طبعا يعني رح يكون ثابت مش راح يتزعزع في متى 13 مكتوب ولكن طوبة لعيونكم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها تسمع فإن الحق أقول لكم إن أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا وبعدين بيتكلم عن المثل اللي ذكروا مثل الزارع كل من يسمع كلمة الملكوت ولا يفهم فيأتي الشرير ويخطف ما قد زرع في قلبه وبعدين بيتكلم عن المزروع بين الشوق هو الذي يسمع الكلمة يعني جوابا على سؤالك وهم هذا العالم وغرور الغنى يخنقان الكلمة فيصير بلا ثمر ولكن الشخصية الأخيرة اللي بيسمع الكلمة ويفهم وهو الذي يأتي بثمر طبعا بيصنع 150 30 أو 60 30 إلى آخره نتائج السمع والطعم فإذن كتير للأسف من المسيحيين بيسمعوا ولكن الشرير بيخطف يمكن عن مجرد مشاعر تحركت في هذا ولكن بدون التربة اللي انحرثت ودخلت فيها البزرة ولكن أنا أصلي من أجل كل شخص متردد إنه فعلا ترجع للرب يسوع المسيح لأنه ما فيش باب تالت إما يسوع أو خارج يسوع إما الحياة بيسوع أو الموت طبعا والهلاك بدون يسوع المسيح إما الحياة الأبدية أو الهلاك الأبدي ما فيه طريق ثالث فيش إش اسمه ديانات سموية فيش إش اسمه كل الديانات بتأدي إلى الحياة الأبدية الكتاب المقدس واضح جدا الذي يؤمن بالابن له حياة والذي لا يؤمن بالابن اللي هو كلمة الله المتجسد لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله أما بالنسبة لأحبائنا المسلمين اللي بيرفضوا يسوع المسيح أنا بدعوك أنه تصلي قل لي يا رب افتح عينيه اعلن ذاتك لإليه وأنا متأكد متيقن إذا أنت وصلت إلى عاصفي وطريق مزدود ارفع عليك فقط أصرخ وقل يا يسوع يا يسوع وتأكد أنه رح يجي لحياتك موسيقى اشتركوا في القناة